الحديث أكثر ينضم معنا من عدن الكاتب المحلل السياسي قيس الشاعر أهلا بك سيد قيس معنا بداية الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش اليمني والمقاومة في تعز يعني أهمية مثل هذه الانتصارات وهل نستطيع أن نعتبرها بداية النهاية لميليشيا الانقلاب في تعز بالكامل لهذه الانتصارات أهمية كونها في الأول والأخير هي ترفع من معنويات بقية القوات المرابطة في الجبهات العسكرية الأخرى يضاف إلى ذلك أنها ستساعد في تخفيف الحصار المفروض على المواطنين في محافظة التعز وستتمكن من خلالها قوات الشرعية من فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات القذائية وأيضا لدخول المواد الطبية إلى محافظة تعز إن استمرت هذه العمليات العسكرية على نفس الوتيرة وبنفس الخطة المتبعة من قوات الجيش الوطني الذي يسانده طيران قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أمر طبيعي أنها ستكون نهاية الحوتين في محافظة تعز ولكن التراجع في بعض الأحيان يؤثر على هذه الانتصارات كون المعارك منذ أن انطلقت المعركة لتحرير محافظة تعز لا زالت في مناطق محددة ولم تخرج من تلك المناطق لكن بعد التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني في هذه الأيام من شأنه أن يساعد في تقليص دور الميليشيات الإنقلابين الحوتين المتواجدة في محافظة تعز لكن الأمر أيضا بحاجة لاستفاف وطني وبحاجة أيضا لخطة موحدة بين الفصائل التي تقاتل داخل محافظة تعز كامتال لجانب المقاومة الشعبية الوطنية التي تقاتل إلى جانب قوات الجيش اليمني الاشتباكات لا تزال مستمرة في عدد من الجبهات الأخرى في نهم وشبوة والساحل الغربي لليمن كذلك برأيك لماذا يتأخر الحسم في هذه الجبهات خصوصا؟ في البداية تضاريس تلك المناطق أيضا التركيبة الجغرافية لتلك المناطق يضاف إلى ذلك أن الكميات الألقام التي زرعتها قوات الإنقلابين الحوتين في تلك المناطق والتجمعات السكانية المتواجدة في تلك المناطق يضاف إلى ذلك أنه حتى نضع المشاهد في الصورة هناك بعض القيادات العسكرية لا تتحرك إلا بناء وفقا على مصالح وأهداف سياسية ولكن العملية برمتها قوات التحالف العربي تراعي المواطنين والتجمعات السكانية التي يحتمي بها الانقلابين الحوتين المتواجدين في تلك المناطق وقد رأينا أن القوات التي انطلقت من الساحة القربي لتحرير مديرية المخى كان ما يعيق تقدمها في تلك المناطق هو العملية الألقام المزروعة في تلك المنطقة وأيضا التجمعات السكانية بالنسبة للصحة العالمية أعلنت اليوم عن ارتفاع حالات الوفاة بوباء الكوليرا في اليابن ماذا يمكن القول على ما تقدمه الصحة العالمية في مواجهة هذا الوباء وخصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منظمة الصحة العالمية يقب عليها أن تقوم بدورها تجاه المواطنين القابعين تحت ميليشيات الانقلابيين الحوتين ولكن ما نود أن نشير له أن مركز الملك سلمان يقوم بالدور الواجب عليه وقدم الكثير من المواد الطبية يضاف إلى ذلك أنه أطنان من الأدوية قدمت من دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي ولكن الأمر الآن برمته أيضا يتوقف على مكتب الصحة وعلى وزارة الصحة اليمنية وعلى الحكومة اليمنية الصحية هناك كادر طبي متخصص بمكافحة الأوية ولكن لم نرى أيضا تحركات من وزارة الصحة تحركات جبارة بينما الأشقاء في التحالف العربي وبالذات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يقومون بدورهم ويرسلون الأدوية لذلك توقف الأمر الآن على الحكومة الشرعية وعلى وزارة الصحة أيضا المناطق المحررة ليست أحسن حال من المناطق المحاصرة من الإنقلابين الحوثيين الوباء اليوم يفتك بمحافظة تابيا وهناك الكثير من الحالات وأيضا حتى محافظة عدن التي أتكلمنا اليوم منها المرض ينتشر بشكل جنوني في محافظة عدن أنا أشكرك كنت معنا من عدن المحل السياسي قيس الشاعر شكرا لك